نفايات تراها في كل مكان وأعمدة دخان تصحبها سموم حتى اضطر الأهالي لعرض دورهم للبيع بعد أن عجزوا عن مناشدة الجهات المعنية لرفعها عن أحيائهم هذه البيوت كلها قامت تتبيع الناس تنهزم من وراء الأزبال والأنقاض هذا البيت مباع هذا كان عرضه للبيع هذا حالنا هذا كان وادي مع المي كان العمق باله تقريبا 5 متر ثلاث أحياء سكنية الوحدة والنصر والقادسية تعاني من تراكم النفايات في أحد الأودية القريبة منها إلا أن هذا الوادي بات طمرا غير صحي للنفايات والسبب يعود لعدم توفير التخصيصات المالية لبلدية كاركوكا يا أخي من غير مناطق ستتجمع تجيب هنا تفرغ وتروح تكاولنا مرة طردنا مرتين اشتكوا علينا مركز عروبة اشتكوا علي الجواني كل يومي يذرون بسالفتنا هاي هوسة كلها من وراء الأنقاض البلدية ما تجي تساعدنا يا أخي احنا مارس شابوية نريد منكم بس ساعدون اجيوا نشيلونا يا احنا سيجع لحسابنا مدينة تطفو على بحر من النفط وواقعها لا يسر النظرين حتى باتت هذه النفايات مصدر رزق يعتاش منه هؤلاء الأطفال من جمعهم لما يستطيعون بيعه من كاركوك ساعدون السلطان قناة التغير